هذا وتشهد مختلف مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالاً لافتاً ومتواصلاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون ومئتين وتسعة وعشرين ألف شخص فيما تجوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئتين وألفين شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وثمانية وخمسين ألف شخص ترجمة نانسي قنقر